السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأجزاء طلبة وطالبات الصف الأول الصناعي أهلا وحضركوا أهلا ومرحبا بحضركوا في حلقة جديدة من درس من دروس اللغة الإنجليزية السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته طبعا حتة خاصة باللغة مهمة جدا نحن هنتعلم أن في بعض الكلمات والمصطلحات ممكن نستخدمها مثلا في الإنجليزي التعملات اليومية غير طبعا أما يبقى معناها نفس الكلمة بيبقى لها معنى تيكنيكل تاني فني تاني خالص ده طبعا جزء مهم جدا من حلقة النهاردة اللي هنتعلمه النهاردة يلا بقى معايا هنشوف معناه النهاردة إن شاء الله واسكوا كده تحضروا نفسكم ويجيبوا وراءه ألم وتاخدوا سكرينشوت للحاجات اللي هنقولها النهاردة تفضلوا معايا طبعا زي ما قلنا اللي احنا هنبدأ يونت إن شاء الله النهاردة يونت فور بعنوان إكويمنت إكويمنت يعني المعدات إكويمنت معدات وي طبعا زي ما قلنا هناخد النهاردة how to describe the function or purpose of a piece of equipment يعني قطعة أو معدة or apart using appropriate language forms باستخدام طبعا لغة صحيحة طبعا هنستخدم في بنسبة للجرامر هنستخدم ال present simple هرجع عليه present simple tense وخاصة ليستخدام النهاردة present simple tense to describe function or purpose يعني غرض أو وظيفة كل معدة وهناخد the verb to be وبعده طبعا for وهناخد طبعا التكوين ده يجي بعده الفعل how to ask questions برضو معانا النهاردة من أهميتها وزاي طبعا make sentence إزاي نكون جمل and take part in dialogues وإزاي نعمل أو نشارك في dialogues من خلال conversations we talk about birthdays and ages in a social setting يعني إزاي طبعا نسأل عن تاريخ الميلاد طبعا لما نتكلم عن birthdays وإزاي هناخد format بتاع تاريخ الميلاد وإزاي نتكلم عليها والstructure بتاعها ask for and understand prices when talking to a shopkeeper يعني إزاي اللي إحنا نسأل عن سار شيء وإما نتحدث مثلا ساعة البيع والشرة ومع البائعين we understand how words can be used in both general and technical context زي ما قلتلكو اللي الكلمات ممكن تستخدم في معنى general معنى العام أو تعاملات اليومية وممكن تستخدم نفس الكلمة بمعنى تاني بمعنى التكنيكل الفني we listen to a short description and complete a diagram with functions of part وطبعا نستخدم هنشوف اللي نقدم معنا diagrams كتير و tables كتير لوصف طبعا equipment المعدات اللي هتبع معنا النهاردة إن شاء الله we tools ومعنا tools كتير النهاردة نبدأ بحبا يبي عفوا we new vocabulary أول حاجة طبعا كلمة equipment equipment يعني معدة الكلمة دي طبعا equipment المعدات دي لازم نعرف إن هي uncountable noun يعني ما نفعش نقول هي معدة ومعدات اللي نحط لها as في الآخر دي طبعا عشان نجزأها لإن هي uncountable noun اسم لا يعد فلازم تجاب لها مثلا لو عايزين نقول معدة معدتين a piece of أو two pieces of وخلاف أو an item of equipment having the right equipment at hand will be enormously helpful طبعا إحنا ما اختيرنا المعدات المعدة الصحيحة في الإيد أو في أي مكان وعلى فكرة ممكن نحن نقصد بها المعدات الخفيفة اليدوية وممكن المعدات الثقيلة طبعا هيبقى enormously helpful هتبقى خصوصا في المجال الفني هتبقى طبعا بتساعد كتير جدا يبقى كلمة equipment معناها إيه برافو عليكو المعدات very good طبعا for example a set of tools or other objects commonly used to achieve a particular objective يعني asset يعني طاقم أو مجموعة من الأدوات أو الأشياء اللي ممكن نستخدمها عشان نحقق أو ننجز بها particular objectives يعني أهداف أو أشياء معينة أو مهام معينة طبعا نيجي أول أداة معنا اللي هو الماسك ماسك ماسك طبعا كلنا عارفين الماسك وطبعا ماسك معناها القناع أو الكمامة زي ما شايفين وشوب برضو كلمة gokels gokels برضو منستخدمها المعنى technical وماسك برجو برضو a mask is an object normally worn on the face for protection a mask اللي هو قناع is an object يعني شيء normally طبيعيا اللي احنا بنلبسه on the face على الوجه for protection protection يعني للوقاية أو الحماية حماية الوجه وإحنا في المعنى الجنرال بنستخدمه وخصوص الأيام دي طبعا بمعنى الكمامة عشان نعرف اللي في كلمات لها معنى عام زي ما قلنا وليها معنى technical طبعا ممكن نستخدمها زي ما انتم شايفين كده diver for protection of his face for example the mask is for covering your face the mask is for covering your face وخلا باكم ال structure ده معنا في grammar اللي هو is verb to be وبعضه for يتبعه الفعل في انبقه في المصدر والجراند very good في الجراند هو الفعل ing زي ما احنا شايفين يبقى زي ماسك is for covering your face طب strap a strap طبعا قلنا عليه strap طبعا اللي هو الحزام او السير بتاع شنطة او بتاع طبعا لو في صندل وليه عايز مثلا نربط به strap برضو لي كذا معنا strap is a narrow piece of leather يعني القطع ممكن تبقى الا strap دوت الحزام او سير من leather يعني gilt او cloth or mesh or other material او مادة اخرى اه طبعا زي ما احنا قلنا اه بتستخدم في اغراض متعددة the strap holds the mask to your face و لو طبعا لو هي طبعا معدة بنستخدمها آآ كآه للمعدة diver الغواص هو بيثبت الماسك القناع على الواجه اللي هو strap يبقى strap حبيبي ماعانا يعني ايوه حزام او سير او صور strap tube again tube ايوه كلكم طبعا عارفينها tube اللي هو الأنبوب A tube is a long hollow object that is usually round like a pipe A tube is a long hollow object يعني هي أداة long طويلة Hollow يعني مجوفة That is usually round بتبقى دائرية like a pipe زي المصورة أو الأنبوب ده tube Tube شبه المصورة كده أنبوب وطبعا إحنا بنستخدمها زي ما نقول The tube carries air into your lungs The tube carries air into your lungs طبعا تيوب بتحمل air يعني الهواء into your lungs lunges يعني الرئتين يبقى this is the tube خليكم فاكرين بقوا المعدات ديت ويريد نجيب كده وراء وقلم ونكتبها لستة تحت بعض لأنه مهمة جدا جدا وبتيجي كل سنة في اليمدحانات تيوب وخصوصا إحنا الوقت بناخد الـ المعدات بتاعت الـ اللي هو الغواص نشوف بقى يبقى لسه بقى معنا كلمات كتير يبقى إحنا وارفنا حبيبي هنا tube صح فاكرين يعني أيوا برافو ناس فاكروا أنبوب في ناس متابعة معنا طب fins بقى fins أيوا زي ما شايفين في الصورة fins اللي هي الزعنف بتاعت الغواص fins fins purple you forward شايف الفعل ده purple 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 يعني بيدفعك للأمام يعني الزعنف اللي بتدفع الغواص الغواص إلى الأمام يبقى fins اللي هي الزعنف طيب وقلنا طبعا معدات الغواص اللي هي diving equipment diving equipment اللي فاتت دي كلها equipment واتفقنا لكلمة equipment دي uncountable noun يعني اسم لا يعد فما نفعش اللي احنا نحط لكلمة equipment طب احنا لو عايزين نقول مثلا معدة أو اتنين أو تلاتة بالكلام عام طبعا نجب لها المجازق بتاعها البرتاتفز اللي هو a piece of a piece of equipment أو two pieces of equipment equipment or an item an item يعني معدة أو عنصر من المعدات item two item three items عشان نجازق كلمة equipment ونجمع pieces أو items بس ما نجمعش كلمة equipment نشوف باقي المعدات اللي معنا زي اول حاجة a tank طبعا احنا عارفين طبعا التانك اللي هو الخزان اللي بتحط فيه طبعا الoxygen للdiver للغواص وفي عندنا compass compass اللي هي ايوه البصلة يبقى tank الخزان وcompass يعني بصلة very good طب a buckle a buckle buckle باكل اللي هو الابزين يعني بيبقى زي ما نشوفين كده في الشنطة اللي هو اللي بيحكم أو بيربط اللي هو السير السير أو الحزام بتاع الشنطة على الكتف ده طبعا بيبقى فيه buckle أو معنا زي الحزام كده اللي هو البلت اللي زي رأس الحزام عشان نعرف نربط به الحزام فاسمها buckle buckle هنلاقيه في الشنطة أو في الحزام طيب نشوف كده يبقى كمية a buckle a buckle is a device just for fastening to loose ends يعني شيء أو device زي دفاسات بيجي معناها برضو جهاز بيستخدم فيه فاسنين يعني ربط فالفاسن معناها ربط التيم ابت 12 to loose ends يعني طرفين وبيستخدم في ربطهم وقالنا طبعا ابزيم أو مجبك زي مجبك كده أو زي ما شوفنا كده اللي هو رأس الحزام برضو زي ما قولي the buckle tightens the strap the buckle tightens the strap يعني الإبزيم أو النجبك ده هو اللي بيربط السير أو الحزام طب a ring a ring طبعا ring زي ما عارفين طبعا إن كلمة ring بالمعنى general عارفين طبعا زي الخاتم زي في إيدي كده ring ring بس النهاردة بقى بالمعنى technical اللي معنى تاني خالص اللي هي الحلقات اللي ساعد بنحطها بنحطها مثلا على المصورة أو حلقات بنحطها على جزء ثابت على أساس اللي هي tightens بتثبت الجزء دوت فدوت طبعا بيسمو ring كده هو شكل ring العادي زي ما احنا شايفين على الصورة بس طبعا هو ليه استخدام تاني غير طبعا الزينة هو ليه استخدام بمعنى اللي هو اللي تثبيت الأشياء يبقى ده ring حلقة أو حلقات an object or substance that is in the shape of a circle يعني شيء طبعا in shape يعني على شكل circle يعني دايرة هو حلقة أو طوق ring زي ما احنا شايفين وبيستخدم الأغراض هنا فنية زي ما نقول the rings الحلقات hold the tube in position زي ما قلنا the rings الحلقات hold يعني بالسبب the tube tube يعني الانبوب in position in position يعني في مكانها يبقى this is ring بمعنى technical الفني طبع chisel chisel ده اسمه ايه بقى ايه برافو عليكم الازميل دي من طبعا ال carpenter tools يعني الادوات او المعدات بتال carpenter يعني النجار a long bladed hand tool with a cutting edge and a plain handle that is stuck with a hammer or mallet يعني بستخدم long bladed hand tool يعني hand tool يعني اداة يدوية hand ايه يدوي حبيبي long bladed يعني طبعا لها اداة طويلة البلaded وطبعا مصل كلمة blade لها مصل يعني لها سنة كده with a cutting edge وحفة قاطعة and plain handle ويد كده منبسطة يعني سهلة المسك that is struck with طبعا ما بتستخدمش لوحدها الازميل ما بيستخدمش لوحده اللازم مع hammer يعني مع شاكوش or mallet او مطرقة عشان اللي هي احنا بيستخدم طبعا الازميل زي ما انتم عارفين في التشكيل على الخشب او ضرب على الخشب لو هو ازميل ليه الاخشب يعني this is chisel يعني ازميل chisel again used to cut اهو بيستخدم فيه بقى to cut or shape wood يعني قطع او تشكيل الخشب وستون سماعات الحجارة ومثل فيه برضو تشيز يعني ازميل للمعادن or other hard materials يعني كل المعادن الهارد اللي بتبقى نشفة او صلبة طب players players طبعا من شكلها انتم عرفتوا players اللي هي الزرادية وخصوصا اللي بيستخدمها الالكتريشن يعني الكهربائي وإز الرادية طبعا احنا عارفين is used to hold or bent wires يعني بتستخدم في mask or bent او تاني wires wires اللي هي الاسلاك وطبعا لازم الhandل بتاعها يبقى insulated وinsulated يعني برافو دي كلمات من ايه من الحلقة من الحلقات اللي فاتي يعني عازلة على اساس اللي طبعا تبقى ما تنقلش الكهرباء طبع دي كلمة players دخل باكوا حبابي من اللي سبيلنج بتاعها وplayers طالما الطولز بيبقى في اخر اس او من فردتين كده بيعمل معاملة الجامع فيستحصل اللي احنا نقول معاها الاداوة التجزيل اللي هو appear of appear of players يعني زرادية طيب نشوف كده example على player for example therefore grabbing small things and bending wires therefore grabbing small things and bending wires يعني هي من اجل الارث على او الشد على الاسلاك او الحاجات الصغيرة and bending وي تاني bend يعني ياتني wires اللي هي الاسلاك طب دي طبعا الطول زار فينا كتير اللي هو screwdriver براو سمعت الناس قبل ما تكلم screwdriver screwdriver طبعا غنى التعريف اللي هو المفك اما نقول screwdriver tightens and loosen screws on electrical equipment screwdriver tightens and loosen screws on electrical equipment يعني اللي بيستخدم في tighten يعني ربط ول loosen يعني فك screws اللي هي السماويل on electrical equipment اللي بتبقى في المعدات electrical اللي هي الكهربائية وغير الكهربائية طبعا بنستخدم المفك طيب ده طبعا اشهر طبعا اهلا وادا وموجود تقريبا في كل بيت عندنا تهامر اهامر اللي هو الشاكوش a tool with a heavy metal headed mounted at the end of a handle used for jobs such as breaking things and driving in nails ايوه يعني هو عدة او اداة with a heavy metal head يعني ليه رأس سقيلة مونتب بتبقى على مونتب يعني طبعا على قمة او على رأس هندي المقبض use for jobs بيستخدم فيه وظائق بقى ومهام زي breaking things كسر الاشياء driving in nails وطرق المصامير ده طبعا اهامر يبقى هامر زي ما قلنا حبابي شاكوش for example مثال a hammer hummers in nails and pulls nails out of hood a hammer hummers in nails and pulls nails out of hood يعني شاكوش هامرز التانية دي بقى ايه دي الفعل دخيلوا النساعات بعض الافعال هي هي بنفس الاسم بس طبعا مع اختلاف في الانتونيشن او على الكلمة زي كلمة مثلا ديزرت ديزرت يعني صحرة كانون وطبعا الاسترس بي مع المقطع الاولين نقول ديزرت ديزرت اما في كلمة ديزرت 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 بس نفس بتاع كلمة ديزرت كذلك هناك كلمة هامر هامر يعني شاكوش الفعل منها هامرز برضو هامر يعني يطرق على يبقى a hammer a hammer is used in او هامرز in نيلز يعني بيترك على نيلز المصامير يبقى تاني نشوف كده a hammer هامرز التانية دي معناه يترك على او يدق in نيلز المصامير and bull نيلز وبيخلع المصامير ده لو طبعا فيه شاكوش لدينا طبعا اللي بيخلع دوات اسمه كلو هامر لان احنا عارفين انواع شواكيش فيه هامر عادي وفيه كلو هامر وفيه طبعا المرزبة كل حاجات دي انا اخدها والمطرقة اللي هي مالت يبقى hammer hammer and bulls out of food file file طب قبل ما انا بقى يعني انتم مش متخيلين طبعا الناس بالنسبة للناس اللي بتشتغل في مجال لل secretaries مجال طبعا السكرتاريا ومجال طبعا ال office skills وحتى اللي في المدارس طبعا او ما شوف file طبعا هيقول ايه حتى اللي بشتغل عن computer هيقولك file ده معنى ايه معنى ملف طب هنا بقى file بمعنى تاني خالص عشان اقول ان الكلمات في الانجليش في كذا ممكن تبقى في كذا مجال بمعنى مختلف فطبعا الفile هنا كتكنيكل معنى ايه معنىها مش اقول بقى اللي من ايه نشوف الصورة اللي على tool with a roughened surface نصفها الاول tool يعني اداء ومعدة with roughened surface يعني ايه سطح كده roughened khishin typical of steel بيبقى مصنوع typical غالبا من steel يعني الصلب used for smoothing or sharpening a hard material بيستخدم في smoothing يعني تنعيم or sharpening يعني خلي a hard material يعني بيبقى shaping sorry shaping a hard material يعني تشكيل مادة معدنية طبعا هو يبقى عرفنا قبل معرض ايوه سمعت ناس قالت المبرد very good يبقى يبقى file فعلا اللي هو المبرد for example the carpenter uses the file to make the wood smooth the carpenter uses the file to make the wood smooth يعني النجار carpenter يعني النجار بيستخدم the file اللي هو المبرد to make the wood smooth عشان يخلي الخشب سموس يعني amless او ناعم very good يبقى كلمة file مش هنا مش معناها بقى ملف هنا معناها مبرد اوكي طب pincers pincers من اسمها حتى احنا بيستخدمها كده الناس technical workers بقولك هات للبنسة فهي pincers فعلا اللي هي البنسة بس طب و players players مع الالكتريشن اكتر مع الكهربائي اكتر اما pincers لها طبعا وظيفة مشابهة بس تختلف ممكن تستخدم مع الاخشاب اكتر هنشوف كده يبقى كماشة او بنسة زي ما بنقول for example اولا zero use وطبعا اما اقول كل حاجة من طرفين يعني البنسة تلاقي طرفين كده يديين زي برضو وزي بطعم معاملة الجامع فاحنا لو عايزين نفردها نجيب لها المجازة نقول appear of ممكن نقول appear of pincers او pincers بس pincers لو pincers بدعم معاملة الجامع appear of تاخد is appear of or of pincers يعني تاخد is اما pincers تاخد are نشوف كده for example zero use to pinch cut or pull an object zero use to pinch pinch يعني نقرس على او نحكم او cut نقطع or pull او نشد an object اي شيء بقى بالكماشة او البنسة طب هنا برضو scissors 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 اللي هو المقص يكون نعرفينه طبعا في كل بيوت و بنستخد برضو appear of scissors بنقول appear of scissors لاني ايه حاجة كده من فردتين زي players يعني زي الزرادية وزي pincers الكماشة يبقى scissors هنا معنا المقص scissors are used for cutting وشوف are used هاو فيربي طبي are بعد used for cutting نجزب نحفظ structure ده cutting يعني فعلا ing بعد for طب هل ممكن نقول used to اه لو قلنا scissors are used to بس في الحالة دي ما نقول شي cutting نقول cut لو في ton قل cut اما for cutting cloth paper and the other thin material يعني بتقطع cloth يعني الامash paper الورق and the other thin material يعني المواد اللي هي بتبقى رفيعة طيب نجبة يا حبيبي دي ده مراجعة على tools components of mobile phone اللي هي اجزاء الموبايل فون واحنا خدناها في unit unit 2 فاحنا برجع عليها برضو النهاردة وتعريفها النهاردة موجودة برضو عندنا في unit 4 فاحنا طبعا لازم نستغل الفرصة دي ونراجعها عشان نستبت المعلومة دي عندكو وهي كلمات بسيطة جدا انتم عارفين ها بس هنستخدم ها مع verb to be we for plus gerund الفيلم الضفل ing نشوف ال structure بتاع انا طبعا عارف انتم عارفين كله اجزاء الموبايل بس هناخد ال structure التركيبة عشان لو جات لكو ك multiple choice او ك قواعد وازاي نعمل structure بتاع الجمل طب نشوف كده اول حاجة screen screen وعندنا antenna screen طبعا معروف اللي هو شاشة والأنتنا اللي هو الهوائي او الارial طبعا احنا هنوصل انا مش جابه بالترتيب ايه بقى this is for transmitting زي ما قلت اللي احنا لازم احنا نستخدم النهارده verb to be am is or is or هنا طبعا عموما we for و هيتبقى الفعل زي الجملة اللي عندنا ديت this is for transmitting or receiving calls يعني بقى يعني الادا دي او المكون ده من الموبايل for transmitting يعني بس او receiving او استقبال calls طبعا اللي بتستخدم طبعا اللي بيسهلين بس او receiving calls اللي هو الانتنا الانتنا طبعا الموظم موبايلات الوقت طبعا كلها مفيش بس احنا عايزين نعرف بس كلمة انتنا في الموبايلات القديمة تعرف اللي هو ليه هوائي يعني هوائي مجرد اللي احنا نعرف معنى الكلمة عمانيسي سؤال يعني الانتنا وظيفتها ايه يبقى ايه التهوى ده في البرزن سيمبل زي ما احنا قلنا احنا ناخد الستركشور نهارده برضو في الترانسميت وطبعا حطنا الفعل الترانسميت يعني بس او يرسل طبعا اس لان قبلها ات لان الفعل طبعا في الترانسميت اما يكون قبله هي وشي وات بنحط الفعل اس وليه بقى حطنا في المدارة البسيط ايوة مين بقى انا عايز اسألك سؤال ليه جملة زي ديت حطنا في المدارة بسيط يعني اقول لك يعني ليه حطنا في طبعا لان ديت فاكت مع ان مفيش ولا علامة من علامات المدارة بسيط في الجملة عافلنا علامات اللي هي اللي هي كل العلامات ديت مفيش ولا علامة منها في الجملة عندنا بس دي بتعبر عن حية طبعا بتعبر على الفاكت من غير ما يكون علامة زمن في زمن يبقى طول ناخد طيب نشوف كده الجملة التانية حبايبي ايه بقى اللي بنشوف عليه الرسائل بقى والتكست والنص والحاجات دي كلها طبعا السكرين السكرين اللي هي الشاشة يبقى سكرين is for شوين احنا طبعا من هنا التركيبة والتكوين اه لعرض الرسالة يبقى في الفاعل اي انجي يبقى السكرين is for شوين اماسج what does the screen do the screen is for showing a message اوكي طبعا اه نتابع برضو بعض المكونات الموبايل فون عندنا طبعا عندنا stop button اللي هو زرار بتاع واقف المكالمة وعندنا cover يعني الغطاء بتاع الموبايل cover طب this is for protecting keys اه اما اش recover اغطاء كده او واقي للمفاتيح ده بيستخدم for protecting keys protecting يعني حماية keys يعني المفاتيح بتاع تمبايل يبقى what does the cover do the cover is for protecting the keys the cover is for protecting the keys for فعلان نجيه ابلا verb طب طب تاني حاجة this is for stopping the call مفتاح وقف المكالمة طبعا او انهاء المكالمة stop stop button يعني الهاء مفتاح الانهاء يبقى what does that stop button do it is for stopping the call it is for stopping the call يعني انهاء المكالمة طبعا اخر مجموعة دينا في طبعا this is for switching on or off the phone switch on عاكس switch off يعني فتح وغلق التليفون يعني مفتاح الباور بتاع الفتح والقف هو ده يبقى this is for switching on or off the phone وده صل للغلق الاحمر what does ده الpower طبعا المقصود هنا power button power button do what does the power button do it is for switching on or off the phone يعني فتح او اف التليفون طبعا طبعا البطن اللي احنا عارفين اللي الله اخدر ده this is for starting the calls starting يعني ده مرد على المكلمة كده هو اللي ايه start the call اللي يفتح المكلمة يبقى this is for for verb to be is plus four زائد four starting الفعل ing يعطول يبقى فجرا ترمى قبلها verb to be for يبقى ing what does start button do بيعملي it's for starting the calls طيب نيجي بقى ازاي ما احنا خدنا عرضنا التولز ديات هناخد طبعا انا قلت مش الغرض هذا بتاعنا مش احنا بس نعرف معناها هدفنا طبعا اللي احنا اما جينا طبعا في structure في جملة استخدامتها نعرف ازاي اللي احنا نعمل communication نعرف نكتب عليها ازاي اللغة هدفها communication مش اللي احنا نعرف كلمات بس لا ازاي اللي احنا نكون جملة ونتكلم ونعبر طبعا في جمل دي طبعا على مهار نشوف كده كل تول تاني بس في من خلال sentence جمل وتكست اول حاجة قلنا players players قلنا معناها ايه ايواء الزرادية يبقى are used for twisting wires players are تاني تاني wires اللي هي الاسلحة طب ده نوع تاني من احنا قلنا طبعا عموما ان الشاكوش اسمه hammer ده اسمه club hammer club hammer ده شاكوش بيدقوا سيارة الغرض منه this is just for breaking stones breaking stones لانه طبعا الhammer مش بس ايه اللي احنا ندق بمصامير في كزا عنواق من hummers منهم club hammer ده for breaking stones يعني كسر الحجارة كسر الحجارة طب في عندنا polaster chisel polaster chisel ده المسند او ناقش اللي هو شبه المصدرين كده اللي بيستخدمه عمال البناء ده بيستخدم فيه او ناقش الجبس من اسمه ده it's used for chiseling plaster chiseling plaster يعني الناقش على الجبس وتشكيل اجيبس اسمه polaster chisel polaster chisel طب اللي تحت ده cold chisel cold chisel احنا طبعا عارفين chisel اللي هو ازميل الازميل بس ده ازميل اللي احنا خدناه ده ازميل الاخشاب ده بقى ازميل تاني للمعدن اسمه cold chisel this is used for cutting steel for cutting steel يعني قطع المعدن او الحديد الصلب cutting steel طب نكبة عفوا نكبة لعدة المشهورة اللي بتبقى موجودة طبعا عند الميكانيكس بالذات يعني الميكانيكي اول حاجة ده اسمه spark plug socket اسمه spark plug socket اللي بيقولها اللقمة يعني المقبس اللي هو حل وربط شماعات الاحتراق المقصود بها البجوهات اللي بتاعت السيارة فطبعا ده اسمه مقبس ربط اسمه spark plug socket اللي بنحل ونره بيها البجوهات طيب ده طبعا اللي تحت دي يبقى الاول اما نقول this is used for tightening and loosening spark plugs يبقى spark plug socket is used for تستخدم في tightening او كفاء العين g tighten احفظوا بقى فعلة tighten ده مهمة جدا هتشوفوا كتير جدا في كل امتحانة تقريبا tightening يعني ربط and ده عكسى بقى loosening loosening يعني فك او حل spark plugs يعني البجوهات اوكي طيب socket set socket set اللي مجموعة بقى الطائم بتاع المجموعة بالي المقابس اللي بتدبع فشانطو ده كده طائم على بعضه this are used for loosening and tightening nuts and bolts this are used for بتستخدم loosening حل و tightening rub nuts اللي هي الصمويل و bolts اللي هي المصامير الكبيرة او الصمويلات الكبيرة طيب في عندنا نوع تالي تهوت من الهامر ميسونز هامر ميسونز هامر طبعا مختلف هو يعني انتو شايفين الرأس بتاعته آآ مدببة يعني رأس قدام بغضوية والتاني مدببة هوت ده طبعا ما بيستخدمش مع اي حاجة مش لاخشاب ده مطرقة بناء يعني شاكوش او مطرقة بناء this is used for breaking bricks او this is used for برضو breaking bricks breaking bricks يعني قصر البريكس يبقى زي سيس اسمه ابا حبيبي ايوه ميسونز هامر ميسونز هامر اوكي طب طب نقبع اللي معنا النهاردة اللي قطعة القراءة جميلة جدا برضو مقتصة بالموضوع بتاني عن الضيفينج بس زي ما احنا طبعا قبل ما ناخد قطعة القراءة بناخد اللي هي الاسئلة اللي بتبقى قبل القطعة القراءة وطبعا اللي لازم نعرف نقرأ الاسئلة الاول وده طبعا نصيحتي اللي انا بكررها تقريبا في اما اتطرق او انكاونتر اما بيجينا السؤال ده بنقرأ الاسئلة الاول قبل طبعا ما بنتناول القطعة ده لو احنا بتناولناها يعني او انت صدفتها في الامتحان طبعا احنا بنقرأ الاسئلة عشان نعمل عشان نقرأ القطعة عشان ناخد فكرة عامة عن القطعة وبعد كده بنعمل قطعة التفاصيل البسيطة اللي انت بتحلي بها السؤال نشوف كده نقرأ معنا خليكم معي السؤال الاولي الاولي يعني انت بتلبس ايه بنلبس ايه تحت احنا خدنا فنز مش كده خدنا نظر في الكلمات الجديدة ايو اللي فاكر بقى الناس اللي معنا المسح صح دي برافو السؤال يعني برافو عليكم السؤال التاني يعني هي ما اقصى عدد الخزانات اللي انت ممكن او انابيب الاكسجين اللي انت ممكن تبقى اثناء الغطس طيب السؤال الثالث نمبر ثري نيم يعنوش كده شيئين انت ممكن تحتاج اللي انت تقطعهم بيور نيف يعني السكينة بتاعتك طيب نشوف كده قطع بتاعتنا عشان نجاوب على القوشنز طيب طبعا زي ما قلت قطع خاصة زي ما انتم شفتم الاسئلة بدايفينج وي هوب يو 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 انجوي دايفينج انت تستمتع بدايفينج يعني فالدايف طبعا اللي هو الغطس انزا ريت سي يعني البحر الاحمر لازم تلبس المعدات الصحيحة يعني يجب ان تحمل one or two metal tanks يعني خزان او اتنين معدنيين the tanks contain air طبعا الخزان بيحتوي على air يعني هواء طبعا مقصود oxygen when you breathe اما تستنشق او هذا الخزان الهواء يعني a tube يعني بيبقى موصل tube كل دي كلمة اللي خدنا tube يعني انبوب carries air from the tanks يعني بينقل الهواء من tank من الخزان دا through your mouth الى الفم and into your lungs وبالتالي ينتقل الى lungs يعني يبقى very good الى you must also wear a mask يعني لازم تلبس mask mask يعني اقناع the mask allows you to see clearly يعني اقناع دا بيسمح لك او بيمكنك اللي انت see clearly تشوف clearly بوضوح under the water يعني تحت ايه المية تمام حبيبي يبقى the mask allows you to see clearly under the water يعني تحت المية and you need a pair of fins and you need انت محتاج pair of fins يعني زوج من fins اذا انت فنا طبعا عشان الزعانف ديات اتنين بتاخد المجزة appear of appear of معناها اتنين او زوج ما يتجزاوش عن بعض يعني حاجة ما انت نفعلش يستخدم فردة الوحيدة زي برضو appear of socks يعني زوج من الشربات ما انفعلش ياخذ فردة وفردة appear of shoes يعني زوج من الاحذية ما انفعلش يستخدم فردة وفردة فطبعا pair of معناها جوز زوج كده ما انفكوش عن بعض يبقى pair of fins يعني زوج من الزعانف the fins ايوة الزعانف propel you propel you through the water يعني الزعانف ديت هي اللي بتدفعك في خلال المية الزعانف اما ترفص فيها كده بتدفعك في المية يبقى the fins propel you through the water they fit over the diving shoes يعني الزعانف دي بتتلبس مش كده على طول على القدم على طول لا زي fit over fit over يعني بتتلبس على the diving shoes diving shoes برضو في حزاء للغطس you also should carry a knife يعني should يجب اللي انت تحمل معاك a knife ليه بقى and a compass كمان يبقى carry a knife and a compass يعني تحمل knife يعني سكينة وكمبس قلنا معناها ايه في الكلمات اللي احنا قدمناها في اول حلقة ايوه سمعت ايوه في واحد بقول bravo عليك بص له فعلا يبقى لازم تشيل معاك يجب ان تحمل knife سكينة and a compass ليه بقى you can cut a rub يعني ممكن بالسكينة can cut a rub يعني تقطع روب يعني حبل or plant ممكن تقطع حبل او plant لان طبعا احنا عارفين تحت فيه ممكن حبل قديمة او شعب مرجانية او اي حاجة ممكن تمسك فيك تحت مسلا في المية او اي نبات دي فريك انت فريمها اه ازاي نردنا واحد واحد اه بقى وانت سلا اه طبعا لك شايفين بات طبعا طبعا نشوف شو طاحب جود كل ايه ايه لبل ك ه بتد بحياذ ثم بحياذ محياذ من قدال خان اللي يتمون اللي يتمون اللي هاس اللي هما برا عش شرع حد بول هي وطع اين هو or very good نسكن بكو في انه هما عني want to stem المن اللي هاسي لانه نوع فترة اكس ما تو التبمى فم روت كان في اكس ما يعنى اكس صاد يبقى وستش ان رسوسين او 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 طيب نيجي بقى برضو لسه الإكويمينت مكاملة معانا وزي ما قلت لكم الدار سوماليان معدات وتونز كتير هنخدها برضو بطريقة نحفظها المعدات اللي احنا ذكرناها في مش هنفوتها كده في قطع ده ايه بقى ايه ده تانكس اللي هي الخزانات خزانات الهواء او ايه غاز يعني طيب اليوسس استخداماته تانكس هار فور كونتينيج اير والستركشار بتاعنا اللي احنا مركزين عليه النهاردة اللي هو البرب تو بي ار اهو او از وبعده فور ار فور والفيرب مضطلو اي ان جي اوكي في الجيرند اوكي يبقى تانكس هار فور كونتينيج اير تانكس هار فور كونتينيج اير يعني الخزانات لمال الهواء او احتواء الهواء طيب ده تيوب ايوه تيوب تيوب اللي هو الانبوب انبوبة دي طبعا البتاعة التنفس اتيوب تيوب اي okay يبقى الانبوب ده لكارينج اللي هو حمل او نقل اكسجين اللي هو الاكسجين انت يور لانجز الى لانجز يعني رئتين very good اوكي اه من كمين طبعا الادوات بتاعتنا ده يبقى طبع ماسك ماسك اللي هو القناع ماشي وسي اولسو جوجلز فاكرين كلمة جوجلز برضو بتصعوا ماسك كوجلز اللي بنلبسها برضو من وقاة العين ايز اماسك سفور سين كليرلي اندر وورر اماسك سفور سين كليرلي اندر وورر يعني المية بيتمكنك اللي انت تشوف كليرلي بوضوح تحت اه سوري اسف القناع بيمكنك اللي انت بتشوف بوضوح اندر وورر يعني تحت المية طبعا ده ايه بقى انا احنا كم ده اخدنا بقى يعني مفروض انا سمع الناس مع بعض كده بتقول اه الطول ده ايه ايوا ده انا برافو عليكم انا سمع الناس بتقولها ايوا بتقول ايه ايوا هي دي برافو فنز 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 اللي هي الزعنف فنز اللي هي الزعنف يبقى فنز ار فور بروبلينج يو ثرو ذا وورر احفظوا فال طبعا انتوا حفظين فنزي سهلة بس كم البروبل دي عاز كنت اقيل عليها شوية بتحفظها بورا وقلم كده بورا وقلم يعني تدفعك ايزا انا في هلا بتدفعك بوش وفورورد يعني بتدفع الامام ثرو ذا وورر من خلال المياه طب اخر مجموعة معنا دي قلناها ده كل اللي ذكرناه في القطعة ايوا دي الكامبس كامبس احنا عايزين نطلع بعد الحلقة دي محافظين كل الكلمات دي على طول لان اللي حافظنا كل الكلمات دي يعني طبعا الحلقة دي انا باعتبارها عونق الزجاجة في كل المنهج هتريحك جدا في اليونس الجاين كلهم وانا متأكد ان بعد الحلقة دي لو انتوا اتفرجتوا على مرة وعليك تيوب برضو مرة تانية خلاص الموضوع هينتهي بالنسبة لكم يبقى نشوف نشوف كده التول دي دي كامبس كامبس اللي هو بري جود البصلة يعني بتقول لنا اي ايوه دا دكشن يعني اه برافو اي اتجاه انت تروح يبقى دي ايه بقى كلنا عارفنا طبعا في اي بيدي طبعا في المطبخ دي ده وغير المطبخ ده في حتا كتير جدا ايوه 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 اسمع ايه انا سامة واحد بقول كنايف هل هي كنايف صح لا لا اقبوا بقى في بقى اه عايزين نعرف ان كل اه في طبعا تطابع سيكوانس كده يعني تطابع حروف الانجليش اما يجو مع بعض اللي ها قاعدة معينة منها الكي زي كلمة بتاعتنا كي ما يجي بعدها ان في كل الانجليزي يعني كي ما يجي بعدها ان الكي بتيبقى سايلانت ما بتجدنا تاشت زي كلمة دي طبعا هيش مش كنايف اسمعها نايف نايف زي برضو ني ني كي ان اي اي اللي هي ركبة فبردو بدأ بي اه كي يبقى دي اسمها نايف نايف يعني سكينة نرجع تاني نشوف يبقى دي نطقها نايف نايف وكي سلا انايف اس فور فريينج yourself انايف اس فور فريينج yourself اللي هي طبعا لتحرير نفسك طبعا دي طبعا كوظيفة طبعا الغطاز بس احنا احنا قلنا انها هي يعني كاااا استخدام تكنيكل اما طبعا لها استخدام التانية فور كاتينج تنكس طبعا او تشوبينج تنكس طب نيجي برضو معانا ااا تقديم لي اا هي تقديم بس الكلمات بتاعت في الوحدة ديت اللي هي البايسيكل بارتز بايسيكل بارتز او البايك بارتز اللي هي مكونات العجلة البايك طبعا كلنا ااا الناس كلها ركبت عجل اللي عارفة بس لازم نعرف بقى مكوناتها بقى ركبناها خلاص عازم نعرف مكوناتها زي ما نشافين هنا عندنا الهاندل بارز هاندل بارز هاندل بارز يعني الجدون بتاعت العجلة هاندل بارز وعندنا الفريم بتاعت العجلة زي الشاسي فريم فريم وفيه البيدل بيدل من اسمها كده حتى بنوعه بالعربي البدل البدل بيدل بيدل وفي جنبها اا عشمال سادل سادل اللي هو الكورسي بتاع العجلة وشوف برضه بمناسبة ان ايه فيه فرق بين الانجليش جنرال انجليش وفيه فرق بين التكنيكا الانجليش او استخدامات الانجليزي ان كلمة سادل دي مع الحصان سادل اه فيه سادل سادل مع الحصان معناها السرج بتاع الحصان اه السرج الحصان اما هنا بقى مع العجلة معناه تاني خالص هنا معناها الكورسي بتاع العجلة يبقى زي سادل طيب نشوف تاني مكاملين مع العجلة البايك او البايسيكل عندنا تشين تشين الاسفل العجلة ده اللي هو الجنزير تشين تشين وعارفين تشين بمعنى العام تشين برضو معناها سلسلة تخيل ساعدنا تشيل يعني سلسلة فطبعا في عندنا ويل ويل العجلة نسينا نقول ويل طبعا مهم جدا لو تكاوتش بتاع العجلة ويل وفيه التيوب بقى احنا خدنا التيوب النهار ده شوف تخيله ان كلمة التيوب ممكن تبقى الكاوتش العجلة وخصوصا الكاوتش الداخلي اللي بيبقى في العجلة احنا قلنا التيوب النهار ده معناها الانبوب التنفس مع المغواص معناها انبوب التنفس هنا بقى مع العجلة ممكن نقول التيوب اللي هو تحت الويل الكاوتش اللي هو اطار العجلة وفيه جير ويل جير ويل اللي هو القرص بتاع اللي فيه جير يعني الاسنان بتاع العجلة التروس او الاسنان اللي هو بتاع العجلة اللي بيخش فيه الجنزير وبيمشي العجلة سبروكت اللي هو سن العجلة المسننة برضو اللي هو ممكن عليه نقول سبروكت سن العجلة المسننة اللي بيخش فيه الجنزل اللي هو chain to make or force the bicycle to move يبقى ده أجزاء الدرجة طيب فيه برضو عندنا النهاردة أجزاء الشوز الحزاء بس ياريت بقى ما عندنا وقت كده هقرأه لكم بسرعة بس قبل ممكن تخلص الحالة بس هنقولي الأجزاء الأول بتاعتها قبل قراءة القطع عندنا boot laces boot laces دي اللي هو الرباط بتاع الحزاء والtong اللي هو اللسان بتاع الحزاء معناه tongue معناه لسان أصلا يعني لسان بتاع البناء عدم اسمه tongue مع الحزاء اسمه بقى اللسان بتاع الحزاء sole اللي هو النعل بتاع الحزاء وفي وهيل برضو اللي هو الجزء بتاع الكاب الكاب بتاع الحزاء النعله هيل اللي هو جزء الكاب النعله من ناحية الكاب بقى وصول برضو بتاقي معناه إخمص القدم طيب I think you will like this running shoes يعني تحب هذا الحزاء very much it's cheap رخيص but it is one of the best shoes in our shop أفضل حزاء في محلنا it is very strong and comfortable يعني قوي and comfortable يعني مريح what makes it comfortable well اللي بيخلي مريح well take a look at these features يعني بص لمكوناته أو ملامحوا first look at the side of the shoe يعني طبعا مفرد shoes shoe يعني فردة الحزاء يعني بص جانب أحد فردة الحزاء you can see some small holes هتشوف فتحات في الحزاء بنشوف فتحات خصا أحزيت أو كوتش بتاع الجالي this cool your foot يعني دوت بيبرد القدم خصوص لما تبقى الرجل بتبقى سخنة طبعا when you are running وخصوص لما بتبقى بتطلع تجري running ايه مسافة طويلة on a hot day في يوم حار and now look at this air bubble air bubble اللي هي تجوفات الهواء هي bubble هنا معناها فقاعد بس هنا تجوفات اللي بتبقى في الحزاء at the bottom في أسفل الحزاء it is full of air مليئة بالهواء and it is full لإيه بقى for protecting your heel يعني حماية الكعب when it is hits the ground أما الكعب بيغبط في الأرض and look at the thick rubber sole يعني شوف thick rubber sole يعني النال at the bottom اللي في أسفل الحزاء this protects the sole of your foot بتحمي بطن القدم أو أقمص القدم أو بطن القدم the rubber sole النال اللي بيبقى rubber يعني مططي has strong tread 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 اللي هو دواسة أو وش النعل اللي بيبقى مخطط أو فين أوش كده طبعا this grips the running ده بيخلي الجاري محكم اللي هي tread طبعا it helps you to run faster وبيساعدك اللي انت تجري أسرع and prevent you from slipping بيمنعك اللي انت سليبنج يعني تنزلق تزحلة يعني at all at the top في أعلى الحزاء you can see that the tongue اللسان is very wide وسا this white tongue اللسان الوسا that protect the top of your foot يعني بيحمي أعلى قدمك finally look at the laces أخيرا بص لرباط الحزاء they are very sick بيبقى sick يعني سميك they don't break easily يعني ما بيتقاطاش بسهولة dear students I'm sorry that we come to the end of our episode today يعني أنا كنتم سامتها محركوا كتير جدا على وعد بلقاءات متقددة see you next time until I see you again I wish you all the best see you next time كماكم أستر محمد الفرارجي من القنوات التعلمية التلفزيون المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته